صراحة نفتقر إلى التخطيط و إلى تطبيق القانون القانون يشرع و لا ينفذ نحتاج وقت الحاجة نطلع و نطوقع بس سؤال أنا ما رد نحكي قوانين و كذا تطبيقات الشارع موجود و صارت حزمة إصلاح رح أصلك إلى حل أو حلو وسريع أنا هم رح نرجع للتخطيط و نقدم و نجي مقاولين هم رجعنا و ما هو في السال المفروض هو التخطيط هي العبرة بالتنفيذ أنا دائما أقول لك أنا العبرة بالتنفيذ ما ما تجاوبني ليه ما نخطيط العبرة أكو تخطيط أكو تخطيط بس العبرة بالتنفيذ يعني هناك ناس مخططين طيب و هناك ناس تصرف يعني يسمون مخططين البنك المركزي مخططين صندوق الإسكان التخطيط للعمل التخطيط يعني في عمل أمانة بغداد تخطيط في المحافظات بهاية الاستثمار كل موضوع و في خطة بس كلها بطيئة التنفيذ و تصدم بعراقيل هذا أضرب لك مثال الإدارات المحلية بالمحافظات ما جاءت التعاون في تسهيل أمر توزيع قطع الأراضي لبناء الوحدات السكنية المواطنين و أقراضها هاي مساعدة